موسيقى لو اتكلمنا عن استقصال اللوزتين والحالات اللي يفضل فيها اللجوء الى استقصال اللوزتين طبعا عمليات استقصال اللوزتين اصبحت من العمليات البسيطة او السهلة او التي يمكن اجراءها بدرجة كبيرة من السهولة ولم تعد تسبب مضاعفات يعني زي في السنوات السابقة او في العقود القديمة الحقيقة في كتير من الامهات ممكن يكون عندهم بعض القلق او لا تحبز اجراء عملية جراحية لاطفالهم في سن صغيرة لو الطبيب قرر ان هذا الطفل لازم يجرع عمليات استقصال اللوزتين لكن مهم ان نفهم ان ممكن يكون الطفل عنده مشكلة صحية هذه المشكلة الصحية بتتطلب اجراء عملية لعلاجها زي مشكلات اللوزتين او المشكلات المرتبطة بهم اللي ممكن تهدد حياة الطفل او المريض في المقابل ايضا بنجد بعض اولي الامور طبعا يعني بيقيدوا جدا وبشدة استقصال اللوزتين لدرجة انه ممكن هما اللي يطلبوا من اول زيارة للطبيب انه هما عندهم رغبة في استقصال او ازالة او التخلص من اللوزتين لاطفالهم بمجرد ما اللوزتين بتصاب بالتهى البسيط وده طبعا امر خاطئ في البداية لو برضو يعني ذكرنا بمعلومات حول اللوزتين اللوزتين او اللوز عبارة عن عقد لمفاوية عقدتان لمفاويتان بتقع في منطقة اعلى الحلق بالتحديد في المنطقة الخلفية من الفم اللوزتين بتساعد في تنقات الفم من اي بكتيريا ضارة وبرسيم ممكن تدخل اثناء الهواء او اثناء التنفس او اثناء الكلام فبالتالي بتمنع دخولها الى الجسم وممكن هزي الجرسيم تسبب امراض عديدة فبناء على كده بما ان اللوزتين 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 موظيفة منعية او وظيفة كخط دفاع اولي ضد الجرسيم اللو ممكن تدخل الفم اذا ممكن تتعرض للالتاب بصورة متكررة خاصة لدى الاطفال وبالتالي بتتبدل دورها او وظيفتها من وظيفة منعية مفيدة لجسم الانسان الى وظيفة ضرة او اصبحت هي نفسها مصدر تهديد وقلق لمناعة جسم الانسان فبالتالي اصبحت بتمتلق بالجرسيم واصبحت بتسبب التهابات في مناطق مختلفة من الجسم وهنا بيجب في هذه الحالة ازالتها جراحيا بالنسبة لو تكلمنا عن التهاب اللوزتين وخطر التهاب اللوزتين بيعتبر التهاب اللوزتين من اكتر او ابرز المشكلات اللي ممكن يعاني منها الاطفال وبتزيد فرص الاصابة دايما بالتهاب اللوزتين سواء عند الاطفال او الكبار خاصة في موسم الشتاء في حالة برودة الجو وممكن طبعا تحصل في موسم الصيف ولكن دايما بتزيد مع موسم الشتاء علشان انتشار الامراض الفيروسية وغياب الشمس وبالتالي انخفاض مناعة جسم الانسان في حال الاصابة بالتهاب اللوزتين ممكن يصاحبها بعض العراض الاخرى زي ارتفاع في درجة الحرارة زي المريض بيعاني من الراشح او في صعوبة في البلع او شعور بألم مزعج في منطقة الحبق زي ما ذكرنا ممكن التهابات اللوزتين تسبب مضاعفات خطيرة فممكن تأثر على النمو الطبيعي للطفل ممكن نتيجة هذا الالتهاب تسبب مشكلات في القلب والكلة كمان في حال وجود التهاب اللوزتين او تكرار التهاب اللوزتين بيتم تكرار وصف المضادات الحيوية ممكن بعض الناس يلجأوا ليه كخيار بديل لجراحة او استقصال اللوزتين ولكن الاستمرار على تناول المضادات الحيوية لمعالجة التهابات اللوزتين المتكررة بالصورة كبيرة ده امر غير جيد على الصحة وبيدمر الصحة وبيسبب العديد من الاثار السلبية طيب امتى يجب استقصال اللوزتين في بعض الحالات طبعا الطبيب هو اللي بيقرر ضرورة استقصال اللوزتين في حال فشل كل الاجراءات العالجية من هذه الحالات دايما تكرار التهاب اللوزتين ونقصد بتكرار التهابهم يعني ممكن الطفل يشكو من التهاب اللوزتين اكتر من 6 مرات في العام الواحد وده بيقص على صحة الطفل وفي هذه الحالة يفضل طبعا بناء على توصيل الطبيب باجراء العملية واستقصال اللوزتين ممكن ايضا من الاسباب تزايد خطر اللوزتين عن فوائدها او اضرارها عن فوائدها زي ان دايما الطفل بيشتكي من كسرة وجود الام في الحلق بسبب التهاب اللوزتين ده بيأثر على تناول الطعام على قيامه بمهامه اليومية في حال ايضا حدوث تضخم في حجم اللوزتين ممكن ينتج عن هذا التضخم صعوبة في التنفس ممكن يصر الامر في بعض الحالات ان هي بتعاني من اختناق اثناء النوم وبالتالي في هذه الحالة بيقرر الطبيب ضرورة استقصال اللوزتين ايضا من الاسباب اللي تدفع لازالة اللوزتين هو فشل العلاج بالادوية في حال الطبيب قام بتجربة علاج اللوزتين بالادوية لفترة ولم يجد اي فائدة او جدوى مع استمرار الشكوى او وجود الالتهابات المتكررة ففي الحالة دي بيكون الحالة الافضل هو استقصال اللوزتين ايضا من الاسباب ظهور ميكروب سبحي في الحلق وبيتم طبعا ملاحظة هذا الميكروب من خلال اجراء مسحة للحلق بتظهر وجود هذا الميكروب ايضا في حالة الحساسية من المضادات الحاوية يعني الطفل بيعاني من التهابات المتكررة في اللوزتين وبالتالي كل ما يتناول مضادة حاوي عنده حساسية من هذا المضادة الحاوي فلا يمكن علاج التهاب اللوزتين بالمضادات الحاوية وبتظل الطريقة الوحيدة علشان نتخلص من مشكلة التهاب اللوزتين هو اجراء عملية الاستقصال ايضا من الاسباب الاصابة بخراج اللوزتين وظهور اورام على اللوزتين كل هذه الحالات بتستدعي سرعة ازالة اللوزتين لانه ممكن في هذه الحالة تشكل او تمثل خطر على صحة الانسان في المقابل في بعض الحالات لا يحبز ولا يفضل فيها اللجوء لاستقصال اللوزتين في بعض الاسباب بتمنع من اجراء عملية اللوزتين وبعض الاسباب بتتطلب تحليل او اجراءات قبلية علشان عملية الاستقصال اللوزتين لا تدور او لا تؤثر على صحة الطفل او الشخص المريض اللي هو يخضع لهذا الامر من هذه الحالات الاصابة بارتفاع ضغط الدم والاصابة بارتفاع ضغط الدم بينطبق على الكبر او الصغار لان مشكلة ارتفاع ضغط الدم ممكن يصيب الطفل حتى في سن صغير وبالتالي ده بيكون سبب لعدم اللجوء الى اجراء عملية استقصال اللوزتين خاصة اذا كان ايضا الطفل بيعاني من احد امراض الدم ايضا لو كان الطفل بيعاني او الشخص اللي يخضع لاستقصال اللوزتين عنده حساسية من مواد التخدير في بعض الحالات او بعض المرضى ممكن يحصل لهم ضرر لو تعرضوا لمواد التخدير الخاصة بالعمليات وفي الحالة دي يجب الحظر من اجراء اي عملية جراحية واخذ الاحتياطات اللازمة لهذه المشكلة ايضا عدم تكرار التهاب اللوزتين كثيرا في الحالة دي لا يفضل اللجوء لقرار اجراء استقصال اللوزتين يعني حدوث الالتهاب من مرة مرتين تلت مرات اربع مرات سنويا بيعتبر مؤشر جيد ولا يدعو او بالضرورة الى استقصال اللوزتين جمان يفضل طبعا بشكل عام يعني المتابعة المستمرة مع الطبيب علشان هو الطبيب اللي يقدر يعني يحدد درجة الالتهاب او الوضع بتاع المشكلة في التهاب اللوزتين وليس الاعتماد فقط على شكوى الطبيب او شكوى عفوا شكوى المريض او شكوى الطفل او شكوى ولي الامر لان زي ما ذكرنا في بعض اولئة الامور يعني بمجرد ما الطفل يصاب بالتهاب اللوزتين او التهاب في الحال يقرره فورا ضرورة اجراء عملية استقصال اللوزتين وزي ما ذكرنا ده امر خاطئ انما يجب بعد يعني رصد وبعد اتخاذ جميع الاجراءات العلاجية الممكنة لعلاج هذه المشكلة وده بيكون بناء على خرار من الطبيب المتابع للحالة في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي باذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد